عايز بس اخد جزء اخير من الالو كابت حسام حسن وبعاكده عايز اسألك كمان عن موقف الزمالك والاهل افريقيا كمان كابت حسام حسن علاقته بمحمد صلاح منزو تولين مهمة واضح انه العلاقة مش افضل شيء ونهاردة قال انه الاتصالات بقيت قائمة وان شاء الله الامور هتتحسن كلم برضه لعمر مرموش النهاردة انه طلب انه يعمل عملية او انه هو ناديه في احد اصابعه وطلبت من عمر مرموش انه يأجل العملية بس عمر مرموش خلنا ديه يبعت انه مش هينفعه تتأجل العملية عشان كده مش يبقى موجود في قائمة المنتخب كده حسن حسن ازاي يتعامل مع اللاعبين تحديدة المحترفين الفترة اللي جاي هو بس الحقيقة انا لفت نظري مشكلة مثلا كابتن حسام ومحمد صلاح هي ايه المشكلة؟ يعني اساس الموضوع ايه انا مش فاهم الحقيقة فجأة لاينا بيقوله حسام حسن مشكلة مع صلاح وصلاح رافد يرده طب هي ايه المشكلة؟ هل مثلا كابتن حسام انتقده قبل ما يتولى التالي ايه دي الحكاية؟ هي دي الحكاية؟ كابتن حسام حسن في احدى البرامج بينتقل محمد صلاح مع المنتخب والموقف الاخير في كلاس الامر الافريقية فصلاح زعلان يعني الحكاية كده يعني؟ والله اذا كانت كده يبقى محمد صلاح مالوجحة بامانة ربنا لان احنا لسه بنقول دلوقتي ايه؟ المحلل يقول زي ما عايز فاحسام كان محلل وقتها فما يصحش صلاح يزعل بامانة ربنا يعني رغب طبعا لا غنى عن محمد صلاح يعني فيش كلام يعني واعتقد محللين كتير وانا واحد منهم في مباراة انتقدت محمد صلاح امري طبيعا مش معنى ان انا بانتقد لاعب ان انا بكرهه او في موقف او في موقف يعني مباردو لازم يعني نترفع شوية ونفكر بعمق شوية الحقيقة يعني فانا شايف ان الامور سهلة وبسيطة محمد صلاح طب ما هو انتقده كتير في ليفربول صحيح يعني ما ما تأثرش بل زادته اسرار ورجع تاني احسن مما كان فارجو واتمنى ان الكابتن حسام ومحمد صلاح فاقرب وقت لصالح الكرة المصرية ولصالح مصر احنا في مفترق طرق في وقت محتاجين كل لاعب وكل شخص مصري يزافر او يساند بهذا المنتخب لان قدامنا كاس عالم واحنا على ابواب كاس العالم بالتحديد انا مركز على كاس العالم يعني صحيح والبطولة الافريقية من قابليها فانا شايف الموضوع يعني ما يستدعيش كل القصص والمواويل دي وتدخل الوزير وتدخل لكن في النهاية هو اتحاد الكرة ده فين دوره ايه فارجو ان يبقى فيه تدخل منهم لانه هما اللي بيديروا الكرة المصرية وبيديروا المنتخب ما يصحش ابدا مشكلة صغيرة زي دي تاخد كل هذا الوقت يعني موضوع كبر على الفوضي زيادة ودمه بقى بايخ والسبب صغير ما يستحقش الحقيقة ينفع يخص بالشغل اما موضوع مرموش الحقيقة فيعني انت عارف كل واحد بيدور على حقه النادي بتاعه هناك عايز يعمل عملية مثلا دلوقتي عشان يبدأ يخف بدري عشان العملية ما تطولش حسام حسن محتاجه هي بتتوقف على مدى العلاقة بين يعني النادي هناك والتحاد الكرة لو في ناس بتعرف تديروا الامور بشكل صحيح في التحاد الكرة المصري اعتقد الامور ممكن كانت اختلفت لو العملية بسيطة وممكن تتأجل لكن لو عملية مش ممكن تتأجل ما قدرش اغامر بلاعب هحتاجه بعد فترة